السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم بيتكلم عن برنامج مش فوتوشوب كامل بس هو برنامج بساعدك في تعديل الصور وكذا زي البرامج العادية بس ايه يعني بيدفلك يعني مستعر الفوتوشوب انه اسهل بكتير جدا 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 فبيخليك تستعمله بطريقة اسهل وفيه يعني تقريبا كل حاجات في الفوتوشوب يعني اللي انت استفادة تحطي خلفيات تعمل تأثيرات على الصورة تعمل كل حاجة على الصورة كل حاجة على الصورة تعمل تطبط ده طبعا ومعد بها لنا برنامج اسمه فوتو سكيب برنامج ده انت اول حاجة البرنامج ده اكون حاضرت الرابط بتاعه ان شاء الله تحت الفيديو انت بس بتحمله كنت تحمله هيكده ها عادة بتفك بيتيف الوزارد كمشيش البرنامج ها ندوس ندوس ونت بتدوس اي اجري انستال ويتكمل انستال لحد ما يستطى بعد ما يخلص عشان طبعا ما يستطى هو ده البرنامج ده بتاع ده ده المحرر ده المكان بتدوس عليها كده بتحط فيها الصورة عشان تعدل عليها ده ده مثلا لو عايز مثلا تحط في جماعة صور تخليهم اشكال مع بعض هندسية ده اجمع بين الصور يعني خليهم كل الصور مع بعضها ده في اطباع و و فيه كده حاجة عشرا حلقه في مقدما يعني في ذات الحلقة المهم ان انت بتخش على محرر كده بنسحب صورة بنسحب صورة مثلا الصورة اه اه عايز هلعب فيها اعمل فيها اي تأثيرات اول حاجة هنا في في القائمة الرئاسية وعندك اربع خانات عندك القائمة الرئاسية والكائن والقص والتولز القائمة الرئاسية ده بتعمل فيها تحديد حجم الصورة عايزة صغرها من كده اعلى العرض والارتفاع و ايه و ازبط فيها طبعا مش عايزة تغير في حجم الصورة طبعا اه الافكتس ده بيجيب لك مجمع من الافكتس بتشوف مثلا وليكن ده بتوضح الصورة اكتر كده اه في مثلا هنا وردك في اه مجموعة تأثيرات في اللون اه افضل من انت تختار المنتصف او مخفض على حسب زوءك انت دي الحدة دي الحدة دي بتوضح الصورة اكتر كده بتوضح الصورة كده بتوضح الصورة كده بصلا بتوضح الصورة من خلال كده مثلا من خلال كده مثلا مدوس موافق لو عايزة ارجع عن العمليات اللي انا عملتها دي بقولت راجع عن الكل عايزة ارجع الخطوة اللي عملتها دي بس بيدوس راجع ارجع تاني لو عايزة اتقدم تاني اخر خطوة عملتها بيدوس اعادة في هنا التصفية دي مثلا اه عندك تظليل بقى بظل الجزء في الصورة بص كده اه كده ممكن اختار عدة تظليلات مع بعض كده كده اعجز مثلا نفتح شوهية اعلي العدد تظليلات مثلا كده مثلا فيه عندك اه دي في دوران الصورة عندك مثلا اه دي الصورة بالجمعة هنا بردك بتتحكم في مايالان الصورة كده ده درجة بسيطة اه انت يعني هو برنامج سهل انت شوف انت فيه بردك عندنا حاجات هنا مخليين ميز مثلا اه 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 عندنا مثلا حاجة زي اه اه اجلي ترى انت بتجرب بقى ها بيديفت عدلات في كل حاجة انت بتختارها ميكين بوكس دي خطتها في صندوق شكلها بقت اطفالي شويه فهو بيديفت عديد من التأثيرات تلوين نعمل الصورة فوق و تحت انت هنا بتختار اللون اللي تحت ده اغضر اسود اسود قويس بدي تحكم بردك في درجة الفتحة و الغامة في الصورة اسود قوش اغضر اغضر انت هنا تقوم بردك في صورة اغضر انت هناك اغضر انت هناك انت هناك انت هناك اغضر انت هناك نعم لكي لا أطول عليكم هذه هي التأسير مثلا لو أريد أن أضيف صورة على الصورة الصورة مصورة أريد أن أكتب مثلا حاجة هنا أختار هنا أريد أن أجتب الخط خط تجري هذا حسب ذلك الأشياء أريد أن أضيف صورة ونحن أضيف موضوع يجب أن تحكم هذه الأشياء اشكال على الخط او ترجع اللي انت عملته ودي حاجة كتير بقى دي اسهم اللي عايز تضيف شرحات في الصورة تشوار على حاجة وتكتب دي القصة او القطع دي او القصة او القطع جزء من الصورة او قصد الجزء دي عينة و اتركي صورة او اللي اريد المرارة دي اسم سواء ولكن او من الاول عندك الفورة تلقى العين الحمراء في الوح اللي اروح عند بنصورتي بطفك فلاش احمر فهو صعب بيعلم في العين هنا فانت بتدس على العين وبتحدد هنا عند العين بس بعد ما تزوم طبعا فان لو في حاجة حمرين ادس هنا ورح معلم كده عند العين بالضبط وهو تلقائي هيشيل حاجة الحمرة في اللي في بقى حاجات F-T هنا انا انت بتعملها ممكن اخلي الوش بس هو دي نصف هيشين حاجة ثلاث 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 انت بتزبب بقى في الحاجات دي كلها حاولتو كن دقيق يعني كده يعني بردك لو عايز احفظ الصورة بدوس هنا انت ما بتختار في مكان انت بتعدده بتختار مصد تسكتب عفا سامراني وهو بكمل معاكو بعد بتحفظ مثلا لو هنا دوس حفظ احفظه في المكان الاصلي في البرنامج يعني ده ما نصحكش بها احفظه انت في مكان محدد ادوس هنا في المجرد المحدد احفظه احفظه السورة اقناتها بالمكان الأصلية ويضع السورة الجديدة أو هذه الصورة الجديدة التي أجدت فيها أيضا يأتي هنا في الدافع هذه لما أريد إطار مثلا مجموعة الصور يعني لما أريد صفحة أضع الصورة هنا الصورة الصورة المجموعة تصور في أشكال كما تضع الصورة كما تضع الصورة هناك جميع الجميع تضع الصورة يجمع الصورة مع بعض تضع الصورة ثم تضع الصورة كما تضع الصورة تضع الصورة تضع الصورة نعم مثلا نعم افضل على الصور مختلفة لدي ولدي ذه الركنة مثلا بشرطا بشكل مختلف كأنها صورا متحركة و也是 كل الشارع و سيفة توفيك stability الضربة إن هنا 1986 يمكنكلك التفتيار تنفيذ بتوهي قرب اهربطروني بصراحة و كده يكون هاية اه 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 استعمال معكم حتنا معاكم و كده